بعدما ذاع صيتها بسياسة صفر مشاكل تضلع أنقرة اليوم في عدد من الصراعات العسكرية الدولية ضد الدول المجاورة لها مثل اليونان وأرمينيا والعراق وسوريا وقبرص وكذلك ضد دول أخرى مثل ليبيا واليمن وفقاً لمعهد جستون الأمريكي هذه التصرفات تشير إلى أن السياسة الخارجية التركية تزعزع بصورة متزايدة الاستقرار ليس فقط بالنسبة لعدة دول بل بالنسبة للمنطقة ككل أردوغاني يستهدف عسكرياً سوريا والعراق ويرسل المرتزقة من السوريين إلى ليبيا للاستيلاء على النفط ويواصل كالعادة التنمر على اليونان كما يقوم النظام التركي حالياً بتأجيج العنف الدائر بين أرمينيا وأذربيجان ويبدو أيضاً أن اليونان هي أحد الأهداف الرئيسية لتركيا ومرة أخرى يستهدف الجيش التركي المياه الإقليمية اليونانية بل أن اختيار تركيا لأسماء سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز أمر له مغزاه فاسم السفينة الرئيسية المشاركة في عمليات المسح الزلزالي في الجرف القاري اليوناني أوروجريس وهو اسم أمير بحر في عهد الإمبراطورية العثمانية والذي كثيراً ما قام بالإغارة على سواحل إيطاليا وجزر المتوسط الاستفزازات التركية المتواصلة شرق المتوسط إلى حد تهديدها أيضاً للنيتو حسب التوصيف الفرنسي وضع أنقرة تحت مرمى التحذيرات الأوروبية والأمريكية تحذيرات وضغوطات دفعت تركيا إلى التراجع عن خطتها ووقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط انتظاراً لإجراء محادثات مع اليونان التقرير يختم بفكرة أن رغبة تركيا في غزو اليونان ليست سر فمنذ عام 2018 تدعو الحكومة التركية وأحزاب المعارضة إلى السيطرة على الجزر اليونانية في بحر إيجا والتي يزعمون أنها تخص تركيا اشتركوا في القناة